بسم الله أبو لابن الروح الكدس الهن واحد أمين تحلى علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وكل وإن ده دور كلها أمين سنراجع مع بعض اللي احنا أخذناه الفترة اللي فاتت في العشر دقايق اللي كنا نتكلم فيها عن كنوز كنيستنا احنا عندنا كنوز اللي هم الأسرار الكنيسة السبعة وقلنا أسرار الكنيسة السبعة في أربع الزميين وتلاتة غير الزميين أربع مهمين لخلصنا وتلاتة يعني ربنا بيسمح بيهم أو مش بيسمح بيهم زي قلنا الزواج سر مسحة المرضى والكهنوت الأربع الزمين اللي قلنا الزمين لخلصنا فلازم أننا أخذهم أي إنسان مسيحي وهم المعمودية والميرون والتوبة والاعتراف والتناول وقلنا أن كل سر من الأسرار دي لها اسم بيعبر عنها قلنا مثلا المعمودية اسمه باب الأسرار حد الشيء يقدر يخش الكنيسة ويتناول غير لما لازم يخش من باب الأسرار الأول حتى قلنا المعمودية تبقى في الناحية الشمال بيخش منها المعمد وبعد كده يخش على الكنيسة قلنا الميرون سر التثبيت يبقى أنا أخذت معمودية دخلت من الباب أخذت التثبيت عشان أثبت في كنسته وبعد كده في حاجتين مهمين قوي سر التوبة والاعتراف قلنا ده سر أساسي في كنستنا الأرثوزوكسية سر أساسي ما فيهش حاجة أقدر من الأسرار دي أعملها غيره معاها سر التوبة والاعتراف وقلنا ده مفتاح الأسرار ده المفتاح اللي بفتح به الباب بتاع أي سر وبعد كده قلنا عن سر التناول هو اكتمال الأسرار اكتمال الأسرار وقلنا أن فيه شروط لازم يجب توفرها قبل أي سر الإيمان والصوم والمصلحة وإتمام السر أو إتمام التقس فيه أربع حاجات مهمين جدا لازم لأي إنسان هياخد هذا السر من الأسرار اللي احنا قلنا عليها السبعة اللي هي كنوز كنستنا الإيمان لازم يعدوا إيمان وبعد كده إيمانه ايه؟ صوم عشان كده اتكلمنا مرة لفتح الصيام وقلنا كنستنا دخل على ايه؟ على الصيام والصوم ده حاجة أساسية عندنا فلازم يبقى فيه صوم المعمودية ما بيتمش غير وهنا صايمين التناول ما بيتمش غير وهنا صايمين سر المسحة المرضى ما بيتمش غير وهنا صايمين أي سر من الأسرار ما بيتمش غير وهنا لازم نكون صايمين وبعد كده قلنا المصالحة لازم يكون عندي المصالحة علشان ما ينفعش أن أنا أخش لأي سر من الأسرار وانا في زعل بيني وبين أي حد لازم يكون عندي مصالحة أنا متصالح مع ربنا بالتالي متصالح مع كل الناس اللي حوالي وآخر حاجة قلنا إتمام التقس لهذا لهذا السر واتكلمنا عن كل سر قلنا إيه الحاجة الروحية اللي أنا أخدها من هذا السر النهاردة حديكم واحد من التلاتة اللي قلنا عليهم اللي هم من سر الكهنوت وسر مسحة المرضى وسر الزيجة وحنتكلم النهاردة عن سر الكهنوت لأنه أهم واحد في التلاتة اللي بعد كده أهم واحد لسبب واحد من غير هذا السر مش هنقدر نعمل إيه الأربع الإلزمين المهمين لخلصنا أربع الإلزمين لازم يكون في كاهن عشان يقدر يتم هذا السر عشان كده بنسمي سر الكهنوت كمال الأسرار أو منبع الأسرار من غيره ما بيقدرش يقدر يتم هذا السر لأن الكهن بيعمل حاجة اسمها استدعاء للروح الكدس بوضع اليد عن طريق الأب البطرك أبونا بيقدر أنه يعمل استدعاء للروح الكدس عشان كده بيقول لك الشخص احنا قلنا في كل حاجة من حاجات الأسرار اللي احنا تكلمنا عليها في مادة قلنا المعمودية المادة هي ايه؟ الميا قلنا الميرون المادة هي ايه؟ الزيت طب السر الكهنوت هو الكاهن المادة هو الكاهن بيتحول من شخص عادي إلى شخص قادر على دعوة الروح الكدس عشان كده نلاحظ أن أبونا بييجي وهو وقت التقديس هو بيجي يقسم الجسد أو بيقول وزاقة لازم ينفخ نفخة في سر المعمودية بتحب تنفخ هذه النفخة نفخة الروح الكدس للشخص المعترف سر الكهنوت احنا عارفين أنه هو موجود من العهد القديم وربنا سمح به في العهد القديم وسمح به في العهد الجديد وكان عبارة عن ثلاث حاجات مهمين أول الكاهن مين بيختاره؟ براو الكاهن بيختاره الله يرضى عنه ربنا الكاهن بيعمل إيه؟ يقدم زبيحة الزبيحة عمين عن الشعب يرضى عنها الله صعب اللي أنا قلته؟ صعب ولو صعب يعني نحفظه مفهش مشكلة يبقى الكاهن ربنا بيردى عنه فبيختاره بعد كده الكاهن بيختار الزبيحة بيردى عنها الله الزبيحة عن مين؟ عن الشعب في العهد القديم كان كل واحد بيجيب الزبيحة بتاعته لكن جئ ربنا في العهد الجديد وقال خلاص ما فيش زبيحة أنا زبيحة العهد الجديد علشان كده احنا فيه أسماء للأباء الكاهنة أو ألقاب يلقب بإيه؟ الأباء الكاهنة يلقبهم كده وكيل سرائر الله أمين على هذا السر وكيل ربنا على هذا السر أنه يتم هذا السر علشان كده قلنا في سر التوبة والاعتراف إيه اللي بيحصل؟ أبونا مجرد أنه هو إيه؟ بيسمع فقط لا غير وبعد ما تخلص يقول لك التحليل علشان كده سر الكاهنة في العهد الجديد جاء ربنا عمل إيه؟ مع بطرس قال له إيه؟ أنت بطرس وعلى هذه إيه؟ الصخرة أبني إيه؟ كنستي وأبواب الجحيم لن تقو عليها وديه له ساعتها الحل قال لهم كل ما تحلونه على الأرض يكون وكل ما تربطونه يكون إيه؟ مربوط علشان كده هنلاقي برضه في يوحنى السيد مسيح هو صاعد للسماء أدى للتلاميذ هذا السلطان والتلاميذ طبعاً هم من يعتبروا البطاركة الأولينين سلموها للأباء الأساقفة والأباء الأساقفة سلموها للأباء الكهنة إلى أن وصلت إلينا حتى الآن فهو وكيل سرقر الله سفير أب بنسميه أب أب اعتراف أب كاهن راعي بيرعى شعبه خادم بيخدم المسيح وبيخدم شعبه عشان كده فيه اسمين مهمين جداً لازم نعرفهم في الآخر الكاهن بالإبت اسمه إبريس فيتيروس فيه حد عارف يعني إبريس فيتيروس يعني شافية القص يعني إبريس فيتيروس يعني شافية يعني إيه شافية؟ هو واقف قدام المسبح وواقف في صلاته بيشفع عن من؟ عن الشعب عشان كده الكاهن في تونيته نلاقي فيه صليب من قدام صليب من قدام لأنه هو مسؤول عن خلاص نفسه وصليب من وراء لأنه مسؤول عن خلاص مين؟ خلاص الشعب بتاعه وبعد كده فيه إغومانوس اللي هو القمص أو الشيخ أو المدبر ده أعلى من القصد ده اللي هي للتدبير للحاجة إيه؟ للحاجة الأعلى يبقى كل المهم من اللي نعرفه أن نحن سر الكاهنون وتأسسه ربنا يسوع المسيح أدى للتلاميذ والتلاميذ سلموه لكل ما هم من جم بعدهم بيجي بنفخة الروح الكدس نفخة الروح الكدس ووضع اليد واللي اتنين دوله عشان يتم استدعاء الروح الكدس قلنا عبارة عن الله يختار الكاهن والكاهن يختار الزبيحة التي تردي قلب الله قلنا الألقاب اللي بيلقب بيها الأب الكاهن عبارة عن وكيل سرائر الله سفير أب راعي وخادم في اسمه مهمين إبريس بيتيروس يعني شفيع بيشفع عن الشعب أمام عرش النعمة ويغومينوس يعني المدبر لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين